أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله يا حبيب الله وعلى آلك المعصومين الميامين المنتجبين الطيبين الطاهرين المنتجبين لسيما من كان للرسول ولدا وللقرآن سندان وللإسلام عبدا ولشيعة كافا ومعتمدان صبت الرسول وقرة عين البتول الغريب بلا ناصر شهيد العراقين اللهم بين النغرين مولانا مولانا يا يا ومولى الكونين أبا عبد الله يا حبيب يا حبيب يا حسين يا حسين نور عيني يا حسين يا حسين يا حسين حسين يا حسين يا حسين يا حسين صلوات الله على الجوهرة القدسية في تعين الإنسية صورة النفس الكلي جواب العالم العقلي بضعة الحقيقة النبوية مطلع الأنوار العلوية عين عيون الأسرار الفاطمية الناجية المنجية المحبي غا عن النار ثمرت شجرة اليقين سيدة نساء العالمين المعروفة بالقادر المجهولة بالقابر قرة عين الرسول الزهراء البتول يَا مُدْرِكَ أَسْرَةَ أَرْضَى رَحَامُ عُصَارَةِ عُصَارَةِ الخَامُ عَلَيْنَا عَلَيْنَةُ دَارِ سَيْدِي قَدْ ذَغَبَ الْعَادِ وَرُكْنُ الْغُدَارِ قَدْ هُدَّ وَالْجُورُ عَلَى دِينِ جَوْرُ أَغْيثَ أَغْيثَ يَا صَحْبَ الزَّمَانَ أَغْيثَ رَعَيْكَ كَاللَّهُ مِنْ نَاصِرِ رَعِيَّةً ضَاقَتْ عَلَيْهَا الْقِفَارِ وَوَيْلًا تَنْسَ عَلَى الدَّارِ هُجُومَ العِدَامِ مُذْ أَظْرَمُ الْبَابَ بِجَزْلٍ وَنَارِ وَرُضَّ مِنْ فَاطِمَةً ظِلْعُغَ وَحَيْدَرُ يُقَادُ قَسْرًا جِغَابًا سَيِّدِي قَدْ أَسْخَطُوا جَنِينَ غَامًا وَاعْتَرَامًا مِنْ لَطْمَةِ الْخَادِ الْعُيُونِ اِحْمِرَامًا فَمَا سُقُطُوا الْحَامُ لَمَا صَدُرُغَامًا مَا لَطْمُغَامًا مَا عَصُرُغَامًا بِالْجِدَارِ مَا وَكْزُغَامًا بِالسَّيبِ فِي ضِلْعِغَامًا وَمَنْ تِشَارُ قِرْطِغَامًا وَاسْوَامًا أَيْوَا فَاطِمَةً أَيْوَا قُرْبَامًا أَيْوَا مَا هَمَةً أَيْوَا مَتَا مَا ضَرْبُغَامًا مَا ضَرْبُغَامًا بُالسَّوَطِ مَا مَنْعُغَامًا مِنَ الْبُكَى وَمَا لَهَا مَنْ قَرَامًا ما الغصب للعقار منهم وقد أنحلها رب الورى للعقار أيها فاطمة ومظلومة أيها فاطمة ومظلومة ما دفنها ما دفنها سيدي يا صاحب العاص ما دفنها بالليل سرا وما نبشو الثرى منهم عنادا جهار وتعسى لهم في ابنة ما رعاوه نبيهم وقد رعاهم مراما يا رب تقلبوا يا بس غاما بشخصك يا ولين والله القتر وينشر علينا إجانا الصعايا كو شياطين وياهم حطبهم شايلين أهله طلعيت ولغوا حزين ويا قتلش عندك جاي لي أنا يا أيوك اليوم قلب مرايا يا وعينا ومن شافني المشرك بدين وأردني وصطر خد بيمين اللهم عرفني نفسك فإنك إن لم تعرفني نفسك لم أعرف رسولك اللهم عرفني رسولك فإنك إن لم تعرفني رسولك لم أعرف حجتك اللهم عرفني حجتك فإنك إن لم تعرفني حجتك ظللت عن ديني اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنوا أرضك طوعا وتمتعوا فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين عن السيدة الزهراء سلام الله عليها ويجيب لك لنكس معي في خطبتها هذا كتاب الله حكماً عدلاً وناطقاً فصلاً يقول يرثني ويرث من آل عقوب ويقول تعالى وورث سليمان داود وبيّن وبيّن عز وجل فيما بيّن عليه من الأقصاط شرّع من الفرائض والميراث وأباح وأباح من حظ الذكران والإناث ما أزاح به علّة المبطلين وأزالت تظني والشبهات في الغابرين كلا بل سوّلت لكم أنفسكم أمراً وصبر جميل والله المستعان على ما تصفون مقطع اللي عبرون عنا بمقطع المحاججة القرآنية سيدة زهراء سلام الله عليها لما نأتي إلى القرآن ونرى رصيدها في القرآن هي الرواية المشهورة عندنا وحتى عند بعض أبناء العامة أنها ولدت في السنة الخامسة أو من بعد المبعث بخمس سنين يعني بالمهجر النبوي كان عمرها ثمان سنين وهي يتيمة الأم كانت يتيمة فهذه السنين أو هذا المولد يرتبط بأشياء كونية بأشياء توحيدية بأشياء خارجة عن نطاق حتى التعقل لهذا اللي يدرس واللي يطالع واللي يقرأ واللي يريد يتفهم ويستفسر عن السيدة الزهراء سلام الله عليها كنموذج تربوي إصلاحي ديني أخلاقي اجتماعي اقتصادي كوزن للأمومة للبنوة للفتاة ولكل شيء يعد في قمة معارف التوحيد فتاريخ السيدة الزهراء هو كفيل بذلك لأنه لما تجلع السيدة الزهراء وإحنا سعدنا المشكلة ليش تقولون ان عصرة وراء الباب ليش هي طلعت هذه مالة واحد ما هو عالم ما يعرف بالتاريخ إجا عالم من العلماء اثنين اثلاثة طرحوا سؤال أنه عم هيك نجاوب وهو يقول أنا مارد هذا الباب فالجحال أخذوا بهذا المقطع ونسوا كل شيء الذي سنذكره عن هذه السيدة اللي أكبر واحد وقف قبالها وخاطبته بهذا المقطع بهذا المقطع بمقطع حتى الإرث وبالميراث اللي غاب عنه اللي أمير المؤمنين يقول هذا هذا زينهم هذا أخيرهم اللي كان يعطي يأخذ ويعطي وأما ذاك ما عنده هيت شيء وأما الثاني منهم فلا كيل له بهذا المدى أبدا ما عنده شيء يقول ذاك عنده قبضة الصوت وغبضة الزور وإذا كانهم مفسوح المجال وهي ترى مو بس السيدة الزهراء حتى لما أبو بكر أكروايات عندنا مسمومات ويُتهم به حتى الخليفة الثانية هذان الأشياء اللي أقول لك ما سامعينهن ما ندري فيهن أو ما نطالعهن أو ما نروح وراهن لأنه كنا هسا صرنا نحن ويعيالنا ما سالكين ويأهلنا ما سالكين وينسواننا ما سالكين ويأطفالنا ما سالكين ويعشيرتنا ما سالكين لكن نريد نسلك الوضع أنه لا أبو بكر سالك ويأة الله ويأة رسولة ويأة فاطمة ويأة العسنة ويأة بنت ويأة عمر نفس الشياء مش عدك أنت شليش هل قد هذا الباب هذا شي تريد نسوه بيه أنت يهون مكلفك أنا يهون مكلفني حتى هذا الشيء أريد أن أطرحن لهذا دخل عليهن حينما مات أبو بكر فأخذ ابنة أبي بكر لأنها كانت تنوح على أبيها فكان يضربها بالصوت حتى كشف عن رأسها فصاحت به ماذا تريد منها أتريد أن تصنع كما صنعت بفاطمة شي لك أرض بينا نسوان ونبجي فالشاهد أنه لما نأتي إلى فاطمة بل من يا دور تجي فاطمة تحدث حادثة وتنزل الآية وتنزل الصورة أصغر صورة أكبر مفاجأة أصغر صورة أكبر حكم تطيل عد المجتمع البشري دي إيش؟ لأنه المرأة المرأة مو من اليوم ولا من الإسلام ما قبل الإسلام عند اليهود عند المسيح عند اليونان عند الهنود عند الإيطاليين عند البريطانيين عند المسيحيين في شتة يعني حتى وضعوا الحكم إذا أصابت الأمة أصيبت الأمة بالجوع فعليهم بأكل المرأة يعني لا تقابل حتى بعض الحيوانات بعض قال أتعس من السم الأفعى والموت شوف تاريخ الهند تجل عد حانر الثامن يقول إنها ليست بإنسان بل إنما برزخ برزخ تسمى بين الرجل زين فلما تأتي لهذا الباب تشوف السيدة الزهراء سلام الله عليها كيف تطرح ومثل ما يقول ابن عباس يقول لقد عرج بالنبي معارج كثيرة عندنا إحنا الشيعة نسجل مية وثمانية وعشرين تقريبا معراج للنبي السنة من أربعة إلى ستة يسجلون هذن المعارج ابن عباس حبر الأمة يقول وكانت معارج النبي صلى الله عليه وآله وسلم على نمطين على قسمين معراج عجائب ومعراج كرامة أما معراج العجائب لما رأى في السماوات والآفاق لي مش بيها وعرج بها مثلا يقول لك مر على ملك من الملائكة فرأى له من الأيدي ورأى له من الأصابع في كلية يذكروها كثير من العلماء يذكروها زين فسأل جبرايل من هذا قال تقدم وسأل قال ما شأنك سلام علي رد علي السلام قال إني أعدد قطر المطر أينما حل ونزل في بحر في جبل أم بحر زين فأخذ يعد قال هل فاتك شيء قال لا قال هل يصعب عليك عد شيء قال لا إلا أمر واحد إذا كنت شوف هذا الأمور المعنوية إذا أنت ما تستعد ما تستعد لها وما تخلي نفسك تكون إلا يعني شو لك بالموت بعد شو لك بحساب الموت بعد هاي الأشياء كون نضمرها كون نتعلمها كون نخل النفسية اللي عندنا نفس أبية ونفس غارعة زين بهذه المفاهيم آثار الأنبياء آثار السماء وإلا إذا ما عندك ذنة روح الإنسان يبيد يروح إذا بس ما أكل ومشرب خلق بقرهم يأكل حيوان الآخر هم يأكل ما تشوف لك واحد ما يقول لكن إحنا فضلنا فضل الإنسان على بقية المخلوقات حتى على الملائكة بسيره إلى الله بوصوله بمعاني التوحيد لهذا تشوف النبي صلى الله عليه وسلم أشرف خلق الله أكرم خلق الله ليش؟ لمعرفته بتوحيد الله زين يقول ومنها معراج قال لا إلا شيء واحد إذا ذكر اسمك يا رسول الله في مجلس وصلوا عليك فإن النعم التي تنزل عليهم لا أقدر على عدها ثم تقول اللهم صلى على محمد وآل محمد النعمة تجي هذه الصلاة على محمد وآل محمد يقول له هاي من العجائب اللي شافها شاف أشياء كثيرة يقول له ومنها ابن عباس يقول ومنها معراج كرامة كرم النبي بهذا المعراج ليش؟ لأنه الله سبحانه وتعالى أراد أن يمده أراد أن يكرمه الإكرام هو الرسول صلى الله عليه وسلم إلى رسول كريم ما عدنا شك فيها لكن ما بهذه المعارج التكريمية لا جاء بشيء إلى محبيه إلى خلق الله إلى ظهر البسيطة إلى من تعقل وعرف على أنه ما هو وزان النبوة يقول له ومن جملة ما كرم الله أو أعظم كرامة إن ابن عباس يقول ومن أعظم هذه الكرائم هو إن الله أكرمه بفاطمة وهي عدها حديث طويل عريض لا كلم الإعراب اللي إجى وقبل كانوا العصر من يهدأ شوي الحر يجلسون حول الكعبة يجي النبي إعراب يشوفه يقول له من هذا ما هذه الهيبة ما هذا ويوصف النبي بأوصاف راقية يقول له أنا ما شفت مثل هذا كان يما ياهو العاصر بنوائل يقول له هذا مجنون هذا أبتر هذا كذا يصف النبي بمواصفات غير جيدة من جملة الأبتر اللي تأتي عند العرب يعني الذي لا يولد له ولد فيحسبونا ناقص ما يقولون الله ما يريد لا لا هم يحسبون هذه الباب فالله سبحانه وتعالى من ذاك الحين لما سمع النبي هذا الكلام هو رادي يسمع النبي هذا العاصر حتى ابن عمر بن العاصر لما صار والي على مصر دفع آنذاك من مية وعشرين إلى ميتين ألف درهم بس كوني غيرون هاي الصورة وشأن نزولها في غير العاصر أبوه فالنوب اشتهر اللي ما يعرف أتعلم على أنه هذه الصورة التي نزلت فيه أبو الوالي أبو والينا ياهو أبو ياهو العاصر هو ياهو عمر عمر بن العاصر فازداد رادي يحارب الله ويحارب القرآن بحيث يشيل بعض الأشياء سبحان الله فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر على أنه لا يرجع للبيت يذهب إلى دار فاطمة بنت أسد فاطمة بنت أسد وتعال شوف الجو المكهرب اللي يكهربون ذول اللي الطبات اللي ما عدهم عقل وما عدهم دين من تجل عند الرسول أم كافرة أبو كافر عبد الله وآمن وعم أبو طالب وفاطمة بنت أسد ما يخلون شيء ليش هاي لهابية لهابية مو من اليوم هو هذا الفكر السلفي فكر منحط وهذا الفكر السلفي هاي غايته أنه يشوي كل شيء اسم إنسان يشوي كل شيء اسم صفات إنسانية زين لهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالابتعاد عن بيته عن خديجة أربعين يوما كان صائما لمح حديثهم أربعين يوم بهذا الوضع وكان يفطر ويأتي إليه من يفطر معه حتى الليلة الأربعين فعرج به إلى السماء ويصف النبي المعارج اللي عنده خاصة هذا المعراج حتى أكلت من الجنة من ثمارها من الرمان أو من التفاح أو من الطير المشوي إلى أن ينزل النبي ويطرق باب خديجة تقول من الطارق أو الآخذ بحلقة في هذا الوقت لا تليق إلا بيد محمد صلى الله عليه وسلم يقول هو أنا ذاك افتحي فتقول أحسست بفاطمة هذا الباب من تجي تشوف اشقد أمور فقية ما انذكرت فيه اشقد أمور أخلاقية اشقد أمور اجتماعية اشقد أمور اقتصادية اشقد أمور ومسائل زين انزلت أو كانت أو خصصت للنبي صلى الله عليه وسلم لهذا لما تأتي إلى فاطمة الزهراء سلام الله عليه إلى السيدة سيدة النساء مو معنى أنه سيدة النساء العالمين أنه والله اجت لا لا شوف الكونيات شوف التشريع السماوي شوف الاعجاب السماوي كيف يتدخل إذا الإنسان كان ملتزم لهذا يقول ولدت في السنة أو بعد السنة الخامسة هاي ما ولدها لهذا سميت بالكوثر لرسول الله ممكن لحد انت تجي رأسا تحارب ليش عم انت ياهو شيني انت وينك انت من رسول الله وينك انت من الأئمة الأئمة بعظمتهم وتعال خلي الأئمة تعال شوف العلماء الفطاحل ويا ريت بس علماء مسلمين يا ريت بس علماء شيعة تعال شوف وانظر إلى الكتب والروايات التي حدقت بها عيون بعض البشر من غير المسلمين على فاطمة الزهراء كيف اهتدوا وكيف مشوا وكيف وصلوا زين سيدة الزهراء سلام الله عليها هس وين بالمسجد تجي تتكلم مع أبي بكر أول شيء تقل له انت أنكرتني ليش لأنه تقول اني سمعت أباكي يقول ولا واحد يذكرها غير أبو بكر هذا الحديث ما يذكر أبدا يعني حتى بالآحاد عندنا مصطلح خبر الآحاد ما يذكر إلا أبي بكر إلا أبو بكر يذكر هذا الحديث إني سمعت أباكي يقول ولا واحد صدق من القاعدين إني سمعت أباكي يقول نحن معاشر الأنبياء نحن معاشر الأنبياء لا نورث درهما ولا دينارة زين بهذه الكلام لما اجت هذا كتاب الله حكما عدلا وناطغا فصلا يقول يرثني ويرث من آله يا حقوب هاي بالنبوة ما اجت لعد الناس حتى تقول والله هنا الموارد إيش لون تتقسم زين ويقول تعالى وورث سليمان وداود زين فأنت منين لك هذه الله بهذه القرآن نزل كل شيء ما في شيء غائب لكنما الغائب عنه وعنك أنت اللي إحنا ما ندري عن السيدة الزارق ومغائب شيد قلب القرآن إش إجه إش نزل زين ففيما وزن عليه من الأقصاط وبين عز وجل فيما وزن عليه من الأقصاط وشرع من الفرائض والميراث وأباح من حظ الذكران والإناث ما أزاح به علة المبطلين وأزال التظني والشبهات في الغابرين مو أكو جماعة يظنون هذا الحق يعني ماكو علم كانوا يحكمون على الناس سواء بالشرع السابقة أو سواء بالناس الهمج كلا بل سولت لكم أنفسكم أول شيء كلا أطدت الجواب ثم تقول لا هذا مو هذا مو جواب أبي كلا بل سولت تسويل النفس من أخبث الحالات والنفسيات والصفات للإنسان أنه الإنسان دائما يرتكب والإنسان دائما يظن ويشك تسول له نفسه نفسه أمرا فسولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون هذه أول شيء يعني أنت هذه الصفات بهذا الحديث الذي ذكرت لي أو تريد تسكتني ما تعرف فاطمة وعن جد ما حد يعرف فاطمة عن جد لا يعرفها حق المعرفة وإن عرب بس أكو معرفة ثانية لا أبو بكر يعرفها أحسن منه ومنك طيك إياها بالكلام اللي تكلم فيه أبو بكر إلى الآن لم يتكلم به أحد وهذه الضربة القاتلة حتى لأبي بكر لكل منكر فضل فاطمة وحتى للخليفة أبي بكر بحيث أنه يرى شيء يقولها يقولها بكم صفة هذه الصفات سبحان الله لو الإنسان شوية يوطن نفسه فيها لو الإنسان شوية يتكل على معرفة هذه الكلمات من أبي بكر مو من أمير المؤمنين ولا من رسول الله ولا من القرآن الكريم لا لا ممن ممن أحرق بيتها وبابها في زمن خلافته من هذا الرجل شو شي يقلها يقلها فقال أبو بكر صدق الله ورسوله أخو ما عدنا شكال بها كنا نقول صدق الله العلي العظيم صدق الرسول الأمين أدك شي بها لكن تعال شو صدق الله ورسوله وين صدق الله ورسوله بالآيات السردتها إليك يوب حديثك لتقلها سمعت أباك يقول يهب الله كذب أين المخرج من هذا الباب صدق الله ورسوله وصدقتي أو وصدقت ابنته حجيب صدق الله ورسوله وصدقت ابنته رسول الله يعني هذا الحش اللي حشدته السيدة الزهراء ما يقدر أحد ينكره وهو اللي يدعي أنت شوف هنا النوب شوف الصفات اللي تجي شوف الصفات المبرمجة زين اللي رغما على أنف كل واحد يرضى والما يرضى أنها من فاطمة أنت شني أنت معدن الحكمة تعرف معدن الحكمة شني مو معدن حكمة حتى ثنيا ثلاثة عشر احتطال عتي حتى آيتي لا لا الحكمة بأكملها فاطمة معدنها بأكملها معدن الحكمة ألو الاستقراق أو ألو المعرفة الحكمة الإلهية تريد حطها كل شيء تحطها ما أنت معدن الحكمة بعد وموطن العجيب وموطن الهدى يقول ماكو أحد يهتدي بدين رسول الله ودين الأنبياء السالفين والأوصياء إلا إلا وموطن تلك الهداية فاطمة يعني اللي ما عنده ما عنده هداية فاطمة فلا موطن من الهادي لديه مثل الواحد اللي بالبحر وما شايف نفسه بمن يتوسل اللي كامش كل شيء بإيده وهو في بسط البحر ما يخاف البحر ياخذ الروي يجيه هو مستمسك متمسك لهذا شيء يقلها وموطن الهدى أنت معدن الحكمة وموطن الهدى عجيب والرحمة أكو رحمة وشوف هذني الكلمات ما يقلها أنت موطن هدى ورحمة حتى في هذا الباب لو يجيه وناخذ بالإنكار نقول هاي كنكرة والنكرة إذا هيت صارت تفيد العود لكن لا هو بكلامه يخلي عليها أل التعريف أو أل الاستغراق إذا لم تقل إذا أل التعريف يعني الهداية التوحيدية الأصيلة التي لا غبار عليها ممن من يدعي الهدى لا الرحمة الإلهية التي لا غبار عليها مو أقول والله فلانهم رحيم فلانهم عنده رحمة لا لا إذا بالتعريف وإذا بالاستغراق يعني ماكو رحمة ماكو هداية إلهية سماوية توحيدية نبوية محمدية إنسانية شي تريد تحطها إلا وأنت أنت معدن الحكمة وموطن الهدى حجيبة يعني موطن الخوة تقول طريق الهدى لا موطن الهداية تحتاج إلى توطن إلى وطن وطن نفسي وطن روحي وطن جسدي وطن معنوي وطن بالغذاء بالشراب بالعلل الأخرى التي جعلها الله في حياة الإنسان وفي حياة الوجود كلها وإلا ما يصير فاطمة ويطلع منها إذا ما تكون هيك ما يكون صاحب الزمان منها إذا ما تكون هيك ما تكون زوجة لأمير المؤمنين ما تكون أم للحسن والحسين ما تكون أم لزينب سلام الله عليها بعد وركن الدين عجيب عجيبة والله يا عمي يعني ما ننتبه لعد كلماتنا سيدتي أنت مظلومة مننا إحنا المحبين أكثر من الأعداء أو الجحال يقولها أنت معدن الحكمة وموطن الهدى والرحمة وبعد شنه ركن الدين وركن الدين كل دين عدة ركن كل دين عدة ركنية عفوا الركنية للدين محمد متمثلة باثنين واحد منهم علي واحد منهم فاطمة بيوم يقولون لا الركنية الفاطمية تختلف لأنه ركنية نبوية من فايل آخر شو مثلا أنت لما تجي لعد السيدة الزهراء شيء يقولها النبي بني فاطمة أنت بضعة مني مهيش هم قال لعد علي بن أبي طالب أخي علي أنت بضعة مني ليش شو مو بضعة منك يقول ذاك الطاب النفس أنت نفسي وأنت رأسي لجسدي كرأسي من جسدي القرآن شي يقول وأنفسنا وأنفسكم أكو شيء وهذا الباب لو ينفتح اعتقد يعني يوم منطيقة يكون يكمل لهذا لما تأتي إلى السيدة الزهراء كامرأة إذا نشوف إذا نتصرف كامرأة شوف وين وصل هذه المرأة أنت الأم أنت البنت أنت الإخت أنت المؤمنة أنت المسلمة من أي دين من أي مذهب من أي سمعي شوف ركنية فاطمة شي يقولها نقول ألد أعداءها ماكو مشكلة نقول أول صحابي يدعي أنه من بعد رسول الله تدعي وهذا الحج يحكيش وركن الدين يقولها أنت ركن الدين يعني الركنية إذا محمد يقل له على من تستند في دينك يقول فاطمة عجيب الركنية المحمدية الإسلامية التشريعية ركنها فاطمة هذا يعني يقلها يقلها أبو بكر وركن الدين بعد يقلها وعين الحجة الله أكبر لا إله إلا الله وعين الحجة الحجة يعني الدليل الحجة يعني البرهان الحجة يعني الإثبات الحجة يعني العذل الحجة يعني التوحيد الحجة يعني الإمامة الحجة يعني كل شيء موزون ورفع السماء زين بعزة سمائه المرفوعة ووضع فيها موازينه فيقل له هذا الميزان وهذا الركنية وهذه الهداية والرحمة وهذه الحكمة بمعدنيتها بموطنيتها بركنيتها وعين الحجة يعني إذا أكو ميزان الميزان عند عين إذا أكو دليل الدليل عنده شكلية إذا أكو شيء زين يقوم به الإنسان لإثبات حق الله لإثبات الدليل يقلها أنت عين الحجة الميزان مو عند عين أنت العين أنت عين الحجة أنت عين الموازين الإلهية أنت الظفر ظفر الله أنت الدلالة الإلهية أنت مو بس دلالة إلهية لا لا يوزن بدلالتك يوزن بك الاستدلال والحجية يوزن توزن الحجية والحجة والدليل والبرعان بك لأنك عين الحجة أنت مو حجة مو حجة الحجة مثل الشيء اللي تكيله مننا ومننا تحط ذهب وتحط فلوس مننا تحط طعام وتحط مننا مثلا ثقل يقولون لك هذا ميزان معدل وهذا الميزان بيتر يقول لك لا هذا عين الميزان هذا اللي تشخص تشخص أي ميزان صحيح تشخص أي دليل صحيح تشخص أي شيء صحيح زين بالخلافة أي شيء صحيح حتى فاطمة بالولاية أي شيء صحيح حتى فاطمة بأمر الإمامة والولاية التوحيدية أي شيء أي شيء أرشدتنا إليه فاطمة لهذا يقول وركن الدين أنت أبو بكر يقلها أنت معدن الحكمة وموطن الهدى والرحمة وركن الدين وعين الحجة شيء يقول لها لا أبعد لا أبعد صوابك لا أبعد يعني الحقيقة اللي أنت فسرتيها إلي وقلتي لي العلم النفس علم النفس يقول هذا الكلام مقابل الآيات اللي استدلت بها زين وضربت ما جاء به عرض الحائط يا ليت عرض الحائط فقط زين لما جاءت السيدة الزهرة وقالت له في هذا الكتاب كتاب الله أنت تخالف جاعد هذه الآيات لو وضعنا هذه الآيات هذه الآيات وين كيف هل أن أبي يخالف كتاب الله أنت شايف أبوي يخالف كتاب الله حتى يحتي هذا الحائط فأبطلت أولا المدع اللي كان يدعي ثانيا كذبته ثالثا جعلته من الوضع رابعا خامسا زين يريد يطلع إذا ما يطلع راح تزيد هي راح بس يحتي فإيجا شي يسوي إيجا طبقة ثانية منحدر أنه لا أبعد صوابك أنت صحيح أنت الصواب أنت الحق أنت الحقيقة لا يمكن أن يقول هذا شيء ولا أنكر خطابك هذا الشيء اللي قلت همه غير من هل تفتت إذن لماذا تنكر علي لماذا بعثت ممن أخذ مني فدك وطلعته شي يقل هؤلاء المسلمون بيني وبينك وليش هل تفعل والله ذول قالوا لي ذول القاعدين ياهم مهاجرين وأمصار قلدوني ما تقلت هم اللي قلدوني الخلافة كلهم يوسيف أخذهم كلهم يوسيف أخذهم طبعا خمسين مسجد كانت بالمدينة خمسين مسجد كل هذه المساجد صلى فيها رسول الله كل هذه المساجد لما يقلوا يا رسول الله المدينة تقريبا عشر تالاف بيت أو عشر تالاف إنسان فيها فما نقدر منك نجي للمسجد خاف ما نلحق على الصلاة قال ابن مسجد صلى بي إذن ابن مسجد وما تصلي بي خاف يطلع مثل مسجد سليمة شيء اسمه مسلمة وخاف يطلع مثل مسجد مدرياه وخاف يطلع قالهم أنا أصلي فيه يصلي فيه تعرف بخلال أسبوعين لم يبقى من هذه المساجد أثر وبعضها صارت دور الدواب دور الدواب ليصلي هنا يصلي ما يصلي نقل عبيتو يصلي هاي من الخطط الخليفة الثاني كانت تتعجب يعني لماذا المدينة ما فيها يعرف النبي يعني يحصر للناس هذا الحصر شني لا حصروا الناس حتى بعد لحد يجي حتى لا حد يسمع حتى لا حد يقول أنا من جماعة أهل البيت أو ممن سمع الرسول عطلة هذه وباتفاق منهم أخذت ما أخذت زين غير مكابر ولا مستبد ولا مستأثر نسى اللي قال أول أنه السمع ما جاوب على سمعت رسول الله سمعت رسول الله ما جابها يقول هذول يقلدوني وهم بذلك شهود هم اللي قلدوني وأنا ما أخذت هذا الشيء زين متكبرا عليهم لا غير مكابر ولا مستمد ولا مستأثر يعني أنا لا والله كلهم بيك كلهم فيك اللي يعمل هذا الصنيع وهي الأعمال كلها فيه سواء كنت أبي بكر الخليفة الأول أو الخليفة الحاشرة أو الخليفة المية اللي هذا منطقة وهذه الزهراء بابا ما تنطق عنه ولا جاي أنا أدافع عن الزهراء أنت دافع عن نفسك لا توقف بيوم الزهراء تقول لك النبوية القدسية المحمدية الخاتمية وانت إذا آية شو قد تقدر شو تقل لنبي زين أنت جبت لنا هذه الآيات أنت هم ربيت لك واحد على هذه الآيات قل لك آي فاطمة وفاطمة شوف شربت واليوم عندنا فاطميات شكطر واليوم عندنا زهرائيات شكطر واليوم عندنا علويين شكطر واليوم عندنا عليون وعليين شكطر هذا الباب وهم بذلك باتفاق منهم أخذت ما أخذ غير مكابر ولا مستبد ولا مستأثر وهم بذلك شهود فالتفتت فاطمة إلما إلى الناس خلصت منه وبعد وقم ما عنده ذبها علي من على الجماعة ذبها على المهاجرين والأنصار شكطر قالت معاشر المسلمين المسرعة إلى قيل الباطل المقبل أول كلام معاشر المسلمين المسرعة إلى قيل الباطل مو قول الباطل لأنه القول يأتي للحق والقيل لضعفه يأتي إلى وحدة منهم البطلان أو ما ينعرف ياه القالبي أو ما هو هالقد زين أنتم بمرأة ومسمع مني وأقصب إرثي أو نحلتي قاموا يبتشون فالسيدة الزهراء سلام الله عليها تشوف في خطبتها أمور ومسائل وهي اللي تقلهم فجعل الله طاعتنا نظاما للملة لكن لما ما طعتونا راحت هذا النظام هذا راح وإمامتنا أمانا للفرقة لما ما طعتونا أمان من التفرغ ماكو اليوم تشوفنا أهم أكو ما عندنا تفرقة هسا بعض الأحيان تفرقة يقول لك شيخنا أكو أمور ماكو مشكلة لكن تفرقة أسوي حتى مركز لأضدك أسوي مجلس لأضدك والحياذ بالله ليش لماذا أين نحن من هذا الباب بعد والجهاد عزا للإسلام بابا الجهاد الجبهات القلب أول أنت جهز أنت ما لك غرض بهذا الشيء اللي بره بره عند أهل يكفون أنت أنا أنت ببيتك أنت بنفسك أنت بدراستك أنت علميتك أنت باقتصادك أنت الإسلام في جهاد نفسك بداية ما يحتاج تروح لعدم دروين ذلك أهل يردون يصدون أنت هنا خلي بالمهجر خلي هنا بالبيت خلي يشوفون عنك شيء والصابر معونة على استيجاب الأجر والأمر المعروف مصلحة للعامة وبر الوالدين وقاية من الصخط وصلة الأرحام من سأ في العمر ومن مات للعدد جعل الله بر الوالدين وجعل الله صلة الأرحام وجعل الله القصاص وإذن بهذه الزهراء سلام الله عليها تشوف اش صار صارت الأمور العجيبة لا ما كفاهم قالوا هاي إذا الظل هذه راح ما تخلي لهذا يقل لك وحدة من الأشياء اللي صارت وحدة من الأمور اللي صارت على السيدة الزهراء سلام الله عليها أنه كون تقتل ما دام فاطمة موجودة لا يبقى حكم يسير بنا إلى ما نريد هذا التخطيط التخطيط كان هو قتل السيدة الزهراء التخطيط كان هلاك هذا البيت هذا البيت شلون يهلك شلون يهدم شلون يحرق إذا كانت الزهراء موجودة لهذا كون تقتل السيدة الزهراء شوف وصاياها ثلث أنواع وصايا شايف وحدة منين الوصية لأمير المؤمنين والبيت بالحسن بالحسين بزينب بأم كلثوم بأمير المؤمنين أنه يتزوج من بعدها أنه يدير شؤون البيت مع الإنسان اللي تفهم وتقل عليك ببنت أختي أمامها هذه بنت زينب بنت رسول الله حتى تدير بالها أكثر وهذا الباب شوف شلون شلون تحكي يا أمير المؤمنين ما جاي تحكي لا لا بالأمور لا تتكلم بحيث هذا بيت النبوة كوني ظل سالم بيت بيت العز كنت دعم حتى لو بموتك وصي عندها بأمور هي مع العام مع الناس مع أزواج النبي مع الناس الفلوس العدها مثل ما يقول أو المال العدها منها من كذا كيف يوزع على الفقراء والمساكين وكيف يوزع على بنات بني هاشم أو بيوت بني هاشم أنت تعرف أنه حتى هذا إحنا بعض الأحيان تشوف بالعراق باللبنان وكذا إذا واحد سيد يحترمون أكبر تقول لي يقل لك جدة رسول الله لا لا هي أكو روايات عندنا في هذا الباب أن السيات شهداء على الأمة لهذا السيد هو أي تكلفته وهو أي مشكلة برقبته لا يحسب أنه والله سيده وخلص لا كون يراعي أكثر كون يلتزم أكثر كون يدرس أكثر كون يفهم هاي الأشياء أكثر مننا إحنا لأنه في روايات عسى لا تقل لي هاي الروايات صحية موجودة حد الأغل واحد بالمية صح ولا لا واحد بالمية فيه زين لهذا تشوف الأمور اللي إجت في السادة كيف توصي بهم السيدة الزهراء سلام الله عليها وأكو بعد شيء زين بمحطاتها محطاتها أنه كيف كانت معه علي راضي عنها وما راضي عنها زين هل أنها قصرت هل أنها قامت بالواجب هل أنها هل أنها هل أنها هل أنها سبعة أيام تركب مع أمير المؤمنين على حمال رسول الله يسمى بيعفور زين وتطرق أبواب المسلمين قد تقلهم أما سمعتم أبي يقول كيت وكيت كذا وكذا أي والله بعض شي يقلها بعض من هذول المتملصين بعض من هذول المسيسين يقلها لقد سبقوكم إلينا قالت لا يسبق الله في أمره هذا أمر إلهي هذا أمر نبوي أمر خاتم شلون تقل لذولي وياه اللي مديد عليك أم أجبرتم على ذلك أم خفتم وخشيتم بعد ذلك أم أخذتكم الأطماع والدنيا بعد ذلك وتشوف السيدة الزهراء سلام الله وهذه بابا دراسة مو أنه السيدة الزهراء ماتت لا شوف ببيتك أنا أشوف ببيتك بله عندي نفس زهراء من زوجتي من بنتي من أطفالي من عائلتي أنا عندي هذا النفس معها ولا لا لهذا من وصاياها التي أوصت بها أنها تدفن ليلا تغسل ليلا تجهز ليلا يصلى عليها ليلا وتدفن ليلا وهذا اللي أحزت بقلوب كثير من المؤمنين بقلوب جميع الأئمة عليهم السلام وأهل البيت سلام الله عليهم أجمعين بحيث أنهم زين ما نعرف شو اللي صار ما نعرف شو اللي صار وما نعرف شو اللي طرأ على هذا الباب لهذا تقل قسلني السيدة زينب سلام الله عليها تسمع الحديث هذه الوصية سمحتها لما سمعت هذا الحديث شو تقلها فضة تقول دخلت عليها وفي رواية أسماء بنت عميس تقول دخلت عليها فرواية تقول فضة دخلت عليها فرأيتها تبكي فلما رأتني قلت نور عيني ما يبكيك فركضت إلي احتضنتني واحتضنتها زينب مجال مجال وقدرت تحجي لما تكلمت شد قالت قالت ما بكي نور عيني سيدتي ما الذي جرى قالت سمعت أمي لأبي تقول تشوفه ابن النبي للوصي لآخر وصي من خاتمية الأنبياء شفت فاطمة وما راح تشوف أثرها إلى أن ترى خاتمية الأوصياء صاحب العصر والزمان عليه السلام آم 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 يا خمد نور الزجية وخيم الليل خمام خمد نور الزجية وخيم الليل ويتام غتجر حصرات بعويل وبحسيا وين ابن عشاء الزمي يشيل ينوح ودمعت الفراق لحبا يا 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 شيعها علي أي ومكسور ضغر ينادي يا وساف يا وساف يا وساف يا وساف راحة الزغرة ومكسور الظلع والعين حمرا ويوسد خويق يلع لي غلت را ويوسد ويوسد يقل عيابة لشلون ترحين تعفين تعفين بعج ويوسد يا قرة العين تمنيت العمر ويا أنا تقضيم تراه العيش بعدش ما غنو طم ويوسد 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 تقول لما غسل غام رواية يذكروها حتى من غير الشيعة يذكروها يقول لما غسل غا كفنغا البكاء اللي صار بأثناء التنقل لأن أسماء بنت عميس أنه جسست متنها جسست صدرها أو رأيت عينها هذا النكل موجودات لكن أكو شيء يقول فلما غسلها وكفنها ثم قال للحسن والحسين وزينب وأمك الثوم عليكم بأمكم وادعوها آخر وداع يحلف أمير المؤمنين ويقول لقد فتحت باعيها وضمة الحسن والحسين على صدرها أيها فاطمة تاغ أيها أمها وأتمنى ويعيش أنا توسد التربع عن يمة وتوسلت مرضى الدفع والله وتوسلت مرضى الدفع والله الدفعان يمة وقيت لا يحط لي يمتشان ويمتش يا يمة يحط لي يمتشان قل لي يحي دربو يد ريض بالضعينة وخلينا نودع الحنينة يا عسل قال الله تفارقه أهو زينب وأمك الثوم عليه والحب شجاني شجاني أنا شجاني ومعارحة ويليدفنون الله أكبر والله شجاني ومعارحة ويليدفنون ونا ما نبقى برها كون يرضون ونا ما نبقى برها كون يرضون وبشي بويا وبشي على الحنينة وعمل عيون تذرين هذه البتوة تنادي أمها وهذا الغيورات بنات الأوادي مشوف في شلونها حتى بزماننا نشوف هذه النواعي وهذه الأصوات تذرين تذرين يوم خيمة شنتي وشوب اللحد يا يوم نمتي يا ساعة يا يوم وعام يا نغيب تيب يا عمر يوم بعمر الورد يوم بعمر الورد يوم رحلتي يا بعمر الورد يوم يا يوم يا رحلتي ودريش يوم ودريش محظوماً غضمتي ولا تشنش يا زغرا ويانا تشنتي وبيتنا قمت وقعدتي يا وبيتنا قمت وقعد يا وبيتنا قمت وقعدتي يوم عشرتنا عفتيغة ورحلتي والله عشرتنا عفتيغة ورحلتي رحلتي عن دارنا عن دارنا يا يوم عن دارنا يا يوم شلتي والله عن دارنا لا وين شلتي وبالمقبرة تالس كنتي أريت بمقبرة وتنشافين سيدتي مولاتي لكن الشاعر الظاهر هل قد عنده وصف منه الذي نشف دمعتي ومنه الذي نشف دمعتي ومنه الذي نشف دمعتي ومنه الذي نشف دمعتي مشيتي يا يوم شلون مشيتي شلون عنا من مشيتي وليا كنتي بنيتي ولا حشيتي يا يوم وليا كنتي منيتي ولا يا 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 حشيتي يا يا مجدلا وقد مات عطشانا بشط فراتي إذا إلا لطمت الخان فاطم عنده وأجريت دمع العين في الوجنات أفاطم قوم يا ابنة الخير واندبي نجوم سماوات بأرض فلاتي اللهم بفاطمة وأبيها وبالها وبنيها والسر المستودع فيها صل على محمد وآله وحشرنا في زمرتهم ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا أرنا الطلع الرشيدة والغر الحميدة واكحل نواظرنا بنظرة منا إليه عجل فرجه سهل مخرجه أوسع منهجه اجعلنا من أنصاره وأعوانه والذابين عنه والمستشهدين بين يديه برحمتك يا كريم إلى روضة شهدائنا علمائنا ومات على الولاية حفظ مقدساتنا في النجف في كربلا في الكاظمين في سامرا في العراق في لبنان في إيران في أفغان في الخليج في الحرمين الشريفين في كل مكان اللهم خلصنا من هذا الوباء والمرض بحق محمد وآله الطاهرين اللهم اجعلنا في درعك الحصينة التي تجعل فيها من تريد اللهم اجعلنا في درعك الحصينة التي تجعل فيها من تريد اللهم اجعلنا في درعك الحصينة التي تجعل فيها من تريد يا رحمن يا رحيم يا الله اللهم يسر أمورنا واكشف عنا هذا الداء وابعث لنا الدواء بظهور وليك واحفظ شبابنا بيوتنا ناموسنا عرضنا فتياتنا نساءنا واجعلنا من العلماء العارفين بولاية أمير المؤمنين والأئمة المعصومين وفاطمة سلام الله عليها سيدة نساء العالمين فإلى روضة شهدائنا جميعا إلى ممات على الولاية أموات الحضور تعجيل الظهور الإخوة المستمعين على النات الإخوة القائمين بهذا البرنامج حصة الحاج عبدالحسين اللهم يسر أموره وقضي حوائجه وارزقه النسل الصالح بحق محمد وآله الطاهرين بالنبي وآله الشفاء أخو الحاج أبو حسنين نسأل الله سبحانه وتعالى له الشفاء قضاء حاجة بزارة قضاء الحوائج الإخوة من كان يريد الذرية اللهم أعطه وارحمه وتمنى عليه ومنى عليه بهذا الباب بحق محمد وآله الطاهرين إلى علمائنا قاداتنا ساداتنا شهدائنا حشدنا جيشنا بالنبي وآله رحم الله من يقرأ الفاتحة تسبقها الصلاة على محمد وآلي محمد اللهم صلي على محمد محمد ترجمة نانسي قنقر